ماريا سلمة سيد احمد عزيز ووصال بالعمل المستمر والمثابرة تحققون نجاحا باهرا وتصلون الى اعلى القمم هذا التمرين من طلبات اللي وصلتنا كيفاش تحول مجموعة على شكل كسر سهلة مهلة تبع معايا في هذا المثال البسيط كي اعطي لك ما هكا ويقولك اكتبها لي على شكل كسر يعني رح نلقوه النتيجة كسر تدير هكا تدير خط الكسر هذا المقام تعاود تكتبوه اللي هنا سيبو اكافرين اها صح هذا كي يبقى البسط البسط كيفاش تلقاه اول مرحلة اول مرحلة ركز مليح مقام هذا تضربو في عشرين اول مرحلة دير عملية ضرب ستة في عشرين ستة في عشرين تقدر ديرها بعملية عمودية سهلة تبع ستة في سفر ستة في اثنان اثنى عشر تسمى النتيجة هي مية وعشرين تكتب اللي هنا مية وعشرين النتيجة هذه اللي تخرج لك رح تزيد لها البسط هذا اللي هنا اللي هو ربعة مع انتها قدر رح تولي النتيجة تولي مية وعشرين اللي رح تكتبها اللي هنا هكا مية وعشرين هكا نكونوا حلينا كتبنا هذا المجموع على الشكل كسر صحيح متفاهمين ولا لا لا ايا نديو مثال اخر باش نزيدو ونفهمو الفكرة خمسة وعشرون زائد اثنان على ثلاثة اول حاجة كما تفهمنا هذه نديروها لقطة الكسر السعر هذه نعودو نكتبوها هنا ثلاثة ونديرو اول مرحلة تعنا نضربو المقام في العدد هذا اللي وحده عملية تضرب ثلاثة في خمسة وعشرين ما تحيرش بزا فننديرو لها عملية عمودية ثلاثة في خمسة خمسة عشر نحتفظو بالواحد ثلاثة في اثنين ستة والواحد سبعة سبعة ثلاثة الناتيجة خمسة وسبعين القيناة خمسة وسبعين ثلاثة فيφو خمسة وعشرين القيناة خمسة وسبعين النتيجة هذه و toxins needs to break البسط تقريبا يقول لها الثنين كيف تخرج 75 زائد 2 سبعة 70 وнаком هذه النتيجة نكتبوها له السبعة والسبعون متفاهمين الا لا متفاهمين من دون مثال آخر هيا نديرها مثال آخر والآخر الباقي عليه تطبق وتحل التمارين عندنا 11 في 6 على عشرة كيفا تفهمنا أول خطوة نرسم خط الكسر نكتبوه اللي هنا في المقام مش راح نكتب نكتب المقام اللي عندي له هكا عشرة أول قطوة راح نديرها كما تفهمنا هذا نضربه اللي هنا المقام اللي هو عشرة نضربه في 11 سهلا نديره عملية عمودية 11 في 10 قد تساوي تبدأ 0 في 1 0 0 في 1 0 نديره نقطة نبدأ ونكتبه الواحد هذا لازم تبدأ تكتب منه الخاطر هو الثاني جاي في المئات تبدأ تكتب منه يعني واحد في واحد تكتب هنا واحد واحد في واحد واحد قد تخرج لناتجة الجمع نديره نجمع صفر مع نقطة هذي صفر صفر والواحد واحد واحد ولا شيء هو واحد يعني النتيجة هي 110 عشرة في 11 تعطينا 110 وش نديره نديره عملية جمع مع البسط اللي عندنا نديره هكا 6 110 زيت 6 قد تولي 116 آيوة وهذه هي النتيجة الصحيحة وش درنا كتبنا مجموع اللي هو هذا اللي هو هذا زائد اللي هنا عذرا ماشي ضرب زائد كتبنا المجموع على شكل اصر تفاهمين ولا لا لا عيابي التوفيق اضع تكريكي على هذا الجرس لماذا؟ بينا بش أي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح تصلك في الحين ايا السلام عليكم طالوا في رواحكم